التسيبات أصبحت حقيقة صادمة، اذ ضربت موازنة 2023 رقما قياسيا يعتبر الأعلى في تاريخ البلاد، متخطية حاجز 140 مليار دولار. وفي تسجيلها أرقام قياسية، فإن الشقة التشغيلية الذي قدر بـ 80 تريليون دينار والذي شمل مصروفات حكومية ورواتب أكثر من 4 ملايين موظف، شق حذر منه خبراء المال بصناعته لعجز غير مسبوق. بحسب برلمانيين، سيصل إلى نحو 60 تريليون دينار، سيما بعد تغيير سعر الصرف الذي اعتمد في الموازنة، ما بين 1300 و1450 دينار لكل 100 دولار. هذا ما يضع الحكومة أمام خيارين، إما ضغط النفقات العامة أو إضافة الفرق الحاصل نتيجة تغيير سعر الصرف. انفجارية ليست في رقم الموازنة فحسب، بل هي في أعداد الموظفين ضمن القطاع الحكومي والتي ستثقل بحسب مراقبين كاهل خزينة الدولة، تحديداً لما ستتحمله وزارة مالية من سد فجوة النفقات العامة. مع هذا، يرى بحثون أن لجوء الحكومة لحلول من شأنها تقليل نصب البطالة لن يحل جذرياً معضلة الفقر الصاعدة بين العراقيين. من جهة أكثر خطورة يحذر منها محللون. تظهر المخاوف من الاعتماد على سعر 70 دولار لبرميل النفط في موازنة 2023، ما قد يرفع نسب العجز في حال انخفض سعر البرميل دون الرقم المعتمد. مغامرة ليست بالسهلة في حال اتخذتها الحكومة كطريقة لحماية المعادلة الاقتصادية، سيما مع وجود تناقض بين أرقام الاحتياط مقارنة بالديون الداخلية والخارجية بفعل غياب الاعتماد على إيرادات مالية من غير النفط.